بعض تفاصيل هذا القصف. أعود مرة أخرى إليك سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. كل هذا التحامل على الفلسطينيين كان موجودا. وأنتم في الداخل تشعرونه بالتأكيد بشكل يومي. لكنه اليوم كما تقول ظهر وبدأ إلى العلن أكثر من أي وقت مضى. وأصبح ليس اليمين هو سمة الحكومة أو نتنياهو أو حزبه. بل أصبح اليمين المتطرف هو الواقع اليومي لجميع الإسرائيليين. لماذا يتعامى الغرب إلى هذه الدرجة عن هذه اليمينية المتطرفة التي أصبحت سمة المجتمع في الوقت الذي كما نذكر كان ينتقد فيه بصوت واضح وعالي بن كفير والحكومة اليمينية قبل حوالي ثلاثة أيام أو أربع أيام من سبعة أكتوبر؟ أنا باعتقادي الغرب تبنى الرواية الإسرائيلية. طبعا نحن نتحدث الآن في تعميمات هناك بعض الدول الأوروبية كان لديها مواقف إنسانية يعني مقبولة جدا ورائعة وداعمة للخضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. ولكن بالأساس لولئات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا وبعض الدول الأخرى تبنت بشكل واضح الرواية الإسرائيلية بأن إسرائيل تتعرض إلى حرب وجودية. هي صدقت هذا الكلام مع أن الجميع يعلم بلغة المنطق وبموازين القوى أن حماس لا تستطيع أن تحتل إسرائيل. وليس لديها الأسلحة الموجودة لدى إسرائيل لتكون هناك حرب وجودية. إذا كانت هناك حرب وجودية فهي للأهل في قطاع غزة بسبب موازين القوى وهذا القصف المربري. لكن السؤال هنا سيد سامي، إن كانت إسرائيل قوية لهذه الدرجة بترسان عسكرية هائلة بتحضير عسكري كبير. بعد حوالي 12 ساعة من طوفان الأقصى، حامل الطائرات ومزيد من المساعدات ومستشارين عسكريين ووزير الخارجية. وأيضاً والرئيس يزير. أين قوة هذا البلد؟ أولاً أنت محق. الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت بحالة من عدم. بالشكل الذي يتناقض معنا نفكر به. ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية معناها عدم ثقة كامل في القيادة السياسية في دولة إسرائيل. حاجة الرئيس الأمريكي لكل ما يقام به ولكل هذه القيادات الأمريكية أن تأتي لتجلس داخل مجلس الحرب الإسرائيلي. تعني أنها ليس لديها ثقة في مجلس الحرب الإسرائيلي. الذي يشمل كافة القيادات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن والقيادات السياسية الهمة في دولة إسرائيل. طبعا واضح جدا أن هناك حدود للقوة وهناك حدود لما تستطيع أن تقوم به إسرائيل. وأنظر أيضا إلى اللغة التي تغيرت بشكل كبير جدا منذ بداية الحرب وحتى الآن. في بداية الحرب بعد عدة ساعات بدأنا نسمع أن نتانياهو يتحدث ليس عن غزة. كان يتحدث بهذه الأنجهية والفوقية على أنه يريد تغيير الشرق الأوسط. الآن الجميع نسى هذا الكلام ولكن نتانياهو كان يتحدث عن تغيير الشرق الأوسط. ومن ثم بدأنا نسمعه يتحدث عن تغيير كبير في كل قطاع غزة وأن غزة ستكون شيء آخر. وحين فشل مشروع التهجير في قطاع غزة الآن بدأوا يترجعون ويتحدثون عن الإجهاز على المقاومة في قطاع غزة. ومن ثم بدأوا يترجع ويتحدثون أنهم يريدون إضعاف القوة العسكرية والسياسية لحماس وباقي حرقات المقاومة في قطاع غزة. اللغة تغيرت بشكل كبير.